نحن بسخبات التسعين الحد النهاردة أحسنت أشعر جداً فلما يشعر جداً لذلك يشعر جداً لأن التسعين هو منطقة الك�ي يعرف أن كل تحت جداً على الكل 100 لن أشعر أيضاً لأن التسعين هو جنات لأن التسعين هذا ليس.. وكل حاجة تقوم بعملها وكذلك تقوم بعملها وكذلك لم يساعدك لا.. كل من يساعدني يبت حد يعمل لك بقى اللايتين حسنًا حسنًا كانت تقودت أطفال كانت تقودت ناس قرائبي كانت تشغبط عليها كانت تقودت دولاب كانت تقودت سراير كانت تقودت أطفال وعندما استفقت مع أهلي أنت سأخذ هذه القوضة فضيتها جبت ترابيزة وقرسين 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 من واحد صاحبه كانت تقودت مستقبل بس كل حاجة هنا كانت تقودت مستقبل يعني هم جبتهم في أبسود 50 ما شهر هم جبتهم في أبسود 74 في الأول كانوا تقودت لم يكن تقود من أجل لا وليس لن أريد أن تكون لن أريد أن تكون كما تريد أن تكون مستقبل وووو يا يوسف أعرف شكراً هذا هو مرحل هذا؟ بس ما تقودت بسرعة تقودت هنا لن تقود لك ويجب أن تقود ويجب أن تقودت تقودت مجبت بسرعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا به كالسابين نحن كن في حتك شازلي أضغط كل الفيديو ثمنايلات لديه شخص جيدًا أحمد يعمل لك الأضغط ثمنايلات ويعمل كل حاجاتك كلها ولكن البودكاست نفسه لا يأخذ كثيرًا وما تعتقد ويأخذ الكثيرًا أضغط كل الفيديو ويأخذ كله أضغطه ويأخذها أكثر شيئًا تأخذ وقت هو أن أخذها أخذها أكثر ويأخذها لأخذها ولكن أنا أفهم لأن أعرف موضوع الكوانتوم و لماذا؟ لا أنا أصغر منك وانا لسه في المدرسة وفي الجامعة وكده كنت على طول أعرف حاجات التي يجب أن تفعل مع قوة الإنسان و كيف يحسن من نفسه وكان دائماً عندي الحتة دي كيف يحسن من نفسي طول ما أنا أعرف أعرف كيف وصاعتها هل تعتقد أن كنت بدأت تتابع بالإنسان وكيف يمكن أن تصدر حياتك 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 وإن نفسه بجد بجد كانت تتابع أحياتك لا كنت مؤمنة قوي في أن الواحد يعني لما يبقى فيه حاجة بيحبها قوي ونفسه فيها قوي أنه إتمنفز إتمنفز وإن نفسه نفسه أنا لما اتخرجت من جامعة كنتش عارفة بالضبط عايز أعمل ايه على قد ما كنت عارفة الحاجات اللي أنا بحبها إيه وعايز أعمل حاجة في مجال مثلا كنت عارفة عايز أعمل حاجة يبقى لها بعد اجتماعي وتعمل ده كان على بالي قوي أنا كنت عايشة برا برا مصر وتربيت برا مصر وانا صغيرة وكنت دايما بحب يعني مستنية بقى السيف يجي عشان أجي مصر وكده أين كنت عارفة برا مصر؟ كنت حبت كتير وكنت في الخليج فترة وكده تربيت هناك فترة وبس كنت عارفة اللي أول بتخرب الجامعة عايز أعمل حاجة يعني يبقى لها تأثير اجتماعي فهو ده اللي أنا كنت عارفة عارفة يعني أنه بحب كده وكنت شايفة أنه عندي شغف في مجال قوي التعليم وعايز أشوف أنه ده ممكن يعمل الأسر اجتماعي مهم ف I followed my passion وكنت أريد أن تفعل ذلك في إجيبت كنت عارفة طبعا طبعا وكان هنا في مصر حسنا 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 بعد يومي بعد تنزيل حسنا أنت ستنقل في مصر وكنت ستبدأ حتى ده أو الواقع كان ماشي كيف لا يعني الواقع كان كنت شعرفة بالزد عايز أعمل إيبت أول ما تخرجت كنت عارفة أنه عايز أشتغل في مثلا الانجي او أو في حاجة بتشتغل في المجتمع يعني سواء في التعليم في مجال التعليم أو في يعني كنتش عارفة مجال إيه بزد بس كنت عارفة حبة مجال التعليم وحبة مجال السوشيال امباكت أو العمل الاجتماعي بس ومن هنا بقى أنا عارفة أنه أنا حبة ده قوي بس مش عارفة أبتدي فين وعمل بقى بعمل ريسيرج وأدور وكده وأنا مؤمنة قوي في أنه الواحد لما يقلبه حاجة وفي باله حاجة وبيفكر فيها على طول بتجيله مية في المية أنا مؤمنة في ده عشان شوفت في حياتي كتير يعني فجالي فرصة أن أنا أبتدي زي بايلت بروغرام أو أو أبتدي برنامج نطبقه في المدارس كان اسمه إنجاز يعني وهو كان جزء من مؤسسة دولية اسمها Junior Achievement وهي المجال اللي هو نشر ثقافة ريادة الأعمال ونشر ثقافة الاستعدادية للعمل والثقافة المالية فإنجاز لتجهز يعني ثقافة مالية أصلا وإني أحوش إزاي وأفتح حزاب إزاي كل البيسيكس دي مش بيعلم خالص خالص فالعجبني في الفرصة اللي جاتلي دي إنه دي مؤسسة عالمية بتنشر الثقافة دي في العالم كله وهنا في العالم العربي كانوا لسه بديبتدوا إنهم يعني ينشروا الموضوع ده فزي ما تقول أكنه كان فرانشايز موضل وأخدته وطبقته أول سنة يعني لسه في أوائل العشرينات و كنت أدك كده ماشاء الله ماشاء الله اول ما بتدي موضوع 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 ما تفعل موضوع وكذلك تقضي موضوع موضوع شكرا شكرا فالواحد لما كنت لسه متخرج من الجامعة لما لسه متخرج مجيك حماس وطاقة ومشا وتطلعات للمستقبل ودي كانت فرصة قتلي أني أطبقها ما كانتش طبعا هي ممكن تتفشل بسهولة لأنها محتاجة تصريح أمنية ومحتاجة تصريح حكومية ومحتاجة كمان أن الواحد يعمل اتفاقيات مع القطاع الخاص عشان يقدمونا متطوعين من القطاع الخاص ونضربهم لأنهم يدخلوا المدارس ويدربوا الطلبة على المناهج بتاعتنا والمناهج دي كلها مختلفة وفيها مختلفة وطريقة التدريس بتاعها مختلف مش نامتي زي اللي احنا متعودين علي يعرف ازاي ف the challenge was huge يعني كان بجد تحدي وتخيل نفسك انت لسه بتخرج بالجامعة والتحدي مهول ومجاء الله اخذتي فانشايز يعني اه يعني هو كان it's huge it's a huge responsibility it's a big responsibility بس بعد كده الواحد كان excited في الاول كانت انه نسبة انه البيوت ده ممكن ينجح ولوه سوء في مصر فهو ده اللي كان لازم نسبته فتخيل بقى انت لسه متخرج من الجامعة ولازم تاخد الموافقات الامنية وانا بقى بنت صغيرة وكل الناس اللي بروح لهم بقى في الاجتماعات دي عشان ناخد الموافقات شايفيني عيلا جدا وتغيرة جدا وبنت فكان دايما السؤال انت مين وعايز ايه وفين مديرك اصلا يعني هتلنا حد كبير نكلمه فقولهم والله هو مفيش مدير بس بس صدقوني البرنامج ده لازم يتطبق في المدارس لانه هو هيعمل اثر ايجابي قوي على الطلبة اللي هياخدوه وناخدش المعلومات دي في المدرسة وتخيلوا الحاجة دي تتدرس عالميا ودوليا فحاجة جميلة انها تيجي ونقدمها هنا في المدارس في مصر فحاجة حاول اقنحهم ومعرفش يعني كانوا يعني دايما الراد اللي بيجيلي هو هاتلنا هاتلنا طيب المدير طيب نكلمه هاتلنا حد كبير بس واحنا نشوف الموضوع ده والله يا جماعة والله مافيش حد كبير يعني مافيش حد غيري في الموضوع ده بس معرفش لو كان زني ولا انه خلاص زهقوا مني وعش كنت بروح لهم باستمرار وكده عشان احاول اقنحهم عشان ناخد الموافقات دي ماعرفش لو زهقوا ولا اقتنعوا فعلا بس في الآخر بقى اخدنا الموافقات دي وقدرنا ان احنا ندخل يعني ناخد الموافقات عشان يسمحونا ندخل المدارس وبعين كان فيه تحديات تانية بقى نقنع مديرين المدارس فكل يعني كانت عبارة على تحدي ورا تحدي ورا تحدي انجلس تحديات يعني وطبعا انه نقنع كمان مثلا شركة او اتنين في الاول انهم يدخلوا معانا كجزء من CSR او ودي كانت فكرة جديدة اوي في الاول وكانوش يعني مقتنعين اوي بس اتنين منهم قالوا اوكي نجرب فساعاتها بقى ده كان في 2003 اول ما ابتدينا وابتدينا بشركتين قدموا لنا مثلا عشرة من التيم مامبرز بتوحهم انهم يتطوعوا ودربناهم على المنهج مثلا اللي هنقدمه اللي هو منهج عن ريابة الاعمال واقنعنا بقى مدرستين كانوا في امبابا يعني مدرسة بنات ومدرسة ولاد كانت اظن ساعتها كانت مدرسة امبابا بنين الاعدادية ونفس الحاجة للبنات فكانوا الشركتين بيروحوا من بيعدوا كبري كانوا في الابراج عارف الابراج بتاع ساويرس كانوا الشركتين هناك وكان مثلا كل يوم اثنين الساعة تسعة الصبح المتطوعين دول بينزلوا المدرسة ويدخلوا الفصول ويدرسوا الطلبة على المنهج المعين ده مثلا لو سواء كان ريابة الاعمال او كده واقعدوا مع الطلبة دول يدرسوهم وقد كده انبسطوا والطلبة انبسطوا يعني عملت زي باز كده في المدرسة والطلبة كانوا متحمسين قوي حد من بر المدرسة جاي لهم فكانت حاجة جميلة جدا وبالنسبة المتطوعين كانت حاجة مختلفة بيعملوها خارج منظوم الشغل وكده يعني وين وين فور بوث المتطوعين متحمسين يروح يزوروا الطلبة مرة في الأسبوع عشان يدرسو لهم والطلبة متحمسين جدا انهم يزوروا المتطوعين دول يدرسو وكده فكان لينك جميل جدا وحصل باند وحصل باند فضيع جدا ومن هنا الموضوع كبر وانتشر و المتطوعين دول حكوا أصحابهم وبقى يجلنا ناس من شركات تانية وشركات تانية عايزة تنضم للبرنامج ويتبنوا مدارس تانية ويتبنوا البرامج دي في مدارس تانية وفي جماعات تانية ومن هنا موضوع ابتدى يكبر ودخل مدارس كتير وجماعات كتير ومتطوعين كتير قوي فالموضوع ابتدى بمدرستين وكانوا 300 طالب مثلا في الأول وكانوا عشر متطوعين من شركتين وتمر السنين تعدي السنين ونكبر التيم وكل ده كانوا بدأ في 2003 2003 يعني نقول عشرين سنة عدت ولقنا نفسنا قربنا من مليون طالب ماشا الله مليون تقريبا يعني وصلنا للمليون طالب درسناهم على نشر ثقافة ريالة الأعمال والثقافة المالية والاستعداد للعمل ومن هنا بقى الموضوع كبر وتوسع طبعا عشان التيم كبر عندنا وطبعا قدرنا نعمل ده بمساعدة متطوعين كتير قوي يعني ألاف المتطوعين اللي جايين من القطاع الخاص من كذا شركة في المقطاع الخاص فكاد حاجة حلوة انه الواحد يشوف قدقيل يعني ابتدت ببس فكرة صغيرة فتفوت قدق كده وبعدين الموضوع تطور مليون رقم مجنون بس أخذت وقت واخذت سنين واخذت قهد 20 years of working ماشاء الله أخذت قهد من ناس كتير من الفريق بتاعنا ومن متطوعين كتير ومن مداربين كتير وسبونس كتير وبرتنس كتير فالعضلية it's a it's a huge group effort طب كنا أعسك قسي دلو وتي what was the most difficult part of scaling 20 سنة يوانت حوالي 300 طالب لمليون بس وانا على ما أعتقد it's the same quality of education نفس التركيز كل طالب بياخد حق قوي قوي المتطوعين لسه excited 100% الطلاب لسه as excited as المتطوعين how are you able to scale it but also maintain the same quality and like ensure that the benchmark اللي احنا حطي ومش ننزل عمي ايو ديكت حاجة مهمة قوي بالنسبة لنا at that point بقى كنا عملنا فريق صغير وكنا نقعد نفكر في الموضوع ده كتير قوي وفكرنا ان احنا احنا عايزين دلوقتي احنا موجودين في القاهرة والجيزة عايزين بقى نطلع للمحافظات ونطلع للسعيد بالبرامج بتاعتنا فكان لازم نكون فريق صغير مثلا من متطوعين في السعيد لكل محافظة لكل محافظة في السعيد انهم ونشتغل مع مدارس هناك ونفس الحاجة في مناطق في المحافظات في الدلتا مثلا فهي طبعا اخدت جهد ان احنا نلاقي كمان الشخصيات اللي هي مؤمنة قوي بالموضوع ده ونعينهم معنا كجزء من الفريق ونعين وناخد متطوعين انهم مؤمنين قوي بالموضوع برضو لان احنا كنا موجودين في القاهرة وكان لازم بقى نروح نشقر على الفريق ونشقر انه عارف الكون والكون موجودة المداربين بيدربوا بالطريقة اللي احنا عايزانها يعني فاللو مفيش كرواتة بتحصل بالزبط عشان ده اللي ممكن يحصل مع التوسع والدنيا مع التوسع والسكيلينج ممكن حاجات تقع منك فعشان كنا بنحاول نعملها بطريقة gradual ومانتينيج القواليتي بتاعت البرامج فالحمدلله ان عرفنا نعمل ده طب وما تدريب كل هذا ما تدريب الناس لتعليم القواليتي و الناس لتعليم وفعلا تعليم واتقصري في المكتمة عشان هذا ما أجد مهمة بالتعليم عنك هو لماذا حد بيبقى عنده أصلا الحب الرهيب والباشن الرهيب والشغف الرهيب انه عايز يحصن حياتنا السانية من هذا يأتي من الاستفادة حتى وانتي يشتغل في NGO الاستفادة يمكن أن تقع تريبل لو تشتغل في الناس طبعا ما بابايا كان دائما يقول كده أول ما تخرج إيه إيه أنا عايزة عمل كده أنا you're willing to put in your time and effort and money and capacity to help where does that come from ما عرفش I don't know because that's amazing I followed my passion مشيت ورا شغفي كتير قوي طبعا كم بيولولي قوي ما تخرج وفي الزيت يعني عائلتي وكده ليه تشتغلي فانش او تدرستي بره وجوه في أحسن مدارس وأحسن جماعات ما تيبوك فلوس كويسة قوي بس صراحة أول ما تخرج ما كانش بيحركني السالري ما كانش بيحركني ممكن أعمل كام اللي كان بيحركني من جوايا إحساس إن أنا ممكن عايزة أعمل فرق عايزة أشتغل في حاجة وشايفة الفرق قدامي بتغير حياة ناس أو عاملة عاملة فرق في المجتمع هو ده اللي كان بيحركني فأنا مشيت وراء شغفي وراء إحساسي وراء الانتويشن بتاعي وده الدل ده عارب إزاي فما مشيتش وراء الطريقة التقليدية اللي مجتمع بيقولي هتتتخرج متجمعة وحتتتخدي شغلانة كويسة وتشتغلي في شركة كويسة ما كنتش عايزة أمشي بالطريقة التقليدية دي كنت عايزة أمشي وراء الإحساس اللي بيقولي اشتغلي في حاجة هتشوفي تمشي وراء شعفك وتشوفي الامباكت وتشوفي يعني التأثير الإيجابي اللي حيعمله فهو ده اللي مشيت وراء إحساسي ويعني شغفي وده اللي دايما بقوله لأي حد حولي والشباب اللي اشتغلنا معاه دايما بقول الواحد يمشي وراء شغفه يمشي يعني طبعا لازم نفكر يعني مش هترمي نفسك مش هنمشي كده بقلبنا وخلاص بس لأ يعني نخلي دا العمل الاول اللي بيحرقنا الشغف طب كيف تستخدم ريسك مع الشغف عشان ناس كتير عبوا عندها باشن وانا كيوسف عشان 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 البودكاست تي حاجة عشان ويحب عشان عشان بس لتحضر كيف تستخدم عشان اخذ هذا رسك هل اننا اتأكد ان عندي باكبون او او اتأكد ان اشتغل في حتة الاول فبقم متأكد ان في اكس بيخش يعني هل دي ولا او انت اخذ 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 ماذا تسعين اخذ انت عادك 23 سنة نه ها ده الوقت اللي تجم وتليب وتغامر و تكسر رجل مشكلة اخذ تغامر وتمشي وراء وراء شغفك وراء اللي بتحبو انا اللي أنا شفته في حياتي وشفته مش بس في نفسي ناس تانية كتير اللي مشوا ورا الحاجة اللي بيحبوها وشغافهم وكده بيرجع لهم بيرجع لهم الحاجة يعني الفلوس بتيجي اللي أنا عايزة أقوله يعني يعني لما مش بنمشي ورا الفلوس أولا أو العامل المادي أولا ونمشي ورا شغافنا العامل المادي بيجي اوكي 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 وانه يوم لأخذ الرسك هو دلوقتي والسن اللي تغامر وتاخد الرسك واتقرب واتقامر دا كله دلوقتي انت عندكش مسؤوليات شام قصدي صح فده اللي أنا شخصيا أنصح بيه لأنه هو دال كمان فادني فحياتي وأنا صغيرة غمرت وأخذت الرسكس وما كانش حدا عارف ده البرنامج ده كده حينجح ولا لا بس انا كنتش بفكر في العامل المادي أولا وكنت لسه متخرجة من الجامعة بفكر في شغفي وحبي للحاجة اللي أنا بعملها والعامل المادي والحاجاتي اطماتيك لقيت بعد كده فخلي اللي يحرقنا ده الأول and you're thinking this is one of looking back in retrospect دلوقتي بعد عشرين سنة وبعد لما البروغرام ما شاء الله وصله النهاردة you thinking this was one of the things that really 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 impacted الدنيا ان انتي جريتي ورا الحاجة انتي فعلا متحبيه مليون في المية مليون في المية فدي حاجة يعني دفنت لي أشجع الشباب عليها لأن في قوائل العشنات متخرجين من الجام ما فيش مسؤوليات قوي follow your passion امشي ورا شغفك مليون خط it's so important والله موضوع passion that is so important عشان يعني I can see the spark in your eyes while talking about it يعني والموضوع ده بيفرق because I don't think we were built احنا مش موجودين to live narrow dark frustrated lives لا خالص وبعي الناس كتير تقول طب أنا عرف ازاي passion بتاعي اي اصلا that is a really good question اه فأنا داين بقولهم دوروا عالحاجة اللي انتو بتحبوها قوي that lights you up that excites you اللي بتحمسكو and follow that يعني يعني خليكو ورا الحاجة اللي بتحبوها اللي عندوكو شغف اتجاهها واللي بتحمسكو دي كلها انديكايتورز لانه دي المشاعر اللي هتحرقنا مية في المية واللي هتحرقنا في واجه التحديات اللي هنواجهها أنا بس فتسو انترسيك تي مياه باعتمان كمان يعني speaking of fashion امبارح كنت سو انا تنزل دولاتي انترنشيب او يعني لوها orientation اعاد فترة ازمعين تلاتة باعتمان في مكان عشان بباعتمان انشاء الله في السايف عبد اشتغال فيه باعتمان 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 مبارح كنت قاعد مع حد الراجل ده الراجل فهم جدا 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 بيشاف في مجاله بقاله ما سنة عشرين سنة او خمسة عشرين سنة and he's incredibly passionate about inventory control واو انا مصدقتش يعني انا بجد والله العظيم انا داخل الراجل بيكلم معي بكم حب واو انت مش فهم قد ايه والشركة دي والشركة دي عندها سيستم جامت جدا السيستم ده بيخليني اعرف the inventory بتاع كل خطعة غيار ودخلت امت ورجعت امت انا كنت I was so impressed by how much this guy loves what he does طبعا وانا بنسبة inventory control لو دفعتلي فلوس التانية مش هستم فيها طبعا مهي دي طبعا لان كل واحد فينا عنده موهبة ربنا مديهاله او حاجة بتميزنا فاحنا لازم نشوف ايه الحاجة اللي بتميزنا دي انت بقى في inventory ووقف تبقى في podcasting ووقف تبقى في مجال رياضة ووقف تبقى في اي حاجة بس هيا الفكرة انه يعني ان نبقى reflecting او نشوف نفسنا ايه الحاجة اللي احنا بنا نحبها وشاطرين فيها او حاجة بتميزنا او الناس تقول علينا ان دي حاجة بتميزنا او نسمع ناس بيكومنت او يكومنت او يكومنت معينة فينا ده الانديكيتور ده الانديكيتور اللي نمشي وراء الحاجة اللي بتميزنا يعني انه كلنا عندنا ده فلازم ندور عليه well I think a big part of that is experimenting طبعا a very big part of that is experimenting يعني تقرب كل حاجة تقرب كل حاجة ففي العشرينات لازم نبقى بنقرب ونبقى بنقرب حاجات كتير وبنقرب ونشوف حاجات ونتعلم ودايما يبقى عندنا الحتة بتاعت نحسن من نفسنا نطور من نفسنا في نفس الوقت طبعا هسألك سؤال and like if you're comfortable if you're uncomfortable please don't answer as long as you're comfortable okay in terms of the right turning your passion into a business a very big part of that is not only it's also being able to understand the business part of things being business savvy so as an entrepreneur how were you able to develop you probably know nothing about the industry nothing zero ولا business بزبط بس واحدة واحدة what was that like the journey of ah okay I love this بس I need to understand انها محتاجة عالجة على خطوة الورا وافهم البزنس end of things الاول عشان مثلا اخد قرار that's within for example the budget time or the time ما حتى لو تعلمنا في business school مثلا ما في حاجات في الواقع ارض الواقع مستحيل مستحيل لما الناس بيدرسوا marketing law theory في presentation no marketing ليس presentations marketing is that you actually can see it's not theory it's not theory there's something there's something that we don't have to learn and we don't have to learn in the real world so that's why I'm saying we need to to try and and we also what I've added with the team of our work and how we shared our business and our business we also we help entrepreneurs to start their هل كانت المدارسة أو المدارسة؟ يعني أي كلمة entrepreneur؟ فما كناش بنلاقي شباب قوي متحمس إنه هو يغامر ويبتدوا مشروعه بس لما بتدينا ندي البرامج دي في الجامعة والشباب يجربوا تجربة إنهم يبتدوا مشروعه هم لسه في الجامعة ناس كثير قوي عجبهم الموضوع وكانوا يجوا يسألونا بعد البرنامج طب إحنا بتدينا المشروع ده في الجامعة عايزين نكمله ناخد تمويل منين ونبتدي ازاي؟ ونتوسع بالفكرة ازاي؟ وهم متحمسين قوي طبعا على الفكرة بس ساعتها طبعا ما كانش في الانجل انفاسترز اللي موجودين دلوتي ما كانش في الانكيبيترز والاكسلوريترز كانش فيه التمويل اللي موجود النهاردة صح؟ بتكلم يعني عشر آه سانة ١١ ديار دقو فساعتها روحنا للشركات اللي معانا وانهم ايه رأيوكو لو عملنا فاند واحنا نسيد فاند بقى الافكار بتاعت الشباب طالعين بيها اللي هما حابين انهم يستمروا بالمشاريع ويكبروها وكده وتحمسوا قوي للفكرة ومن هنا ابتدينا زي الانكيبيتر بتاعنا كان اسمه Startup واول مجموعة مولنا تقريبا عشر مشاريع اللي خريجين الجامعة وكانوا لسا متخرجين في الافكار مختلفة في الافكار مختلفة خالص هو الانكيبيتر هدفه ايه؟ يعني كيف يفعل الانكيبيتر؟ انه بيدي support للانترابنر للستارتاب بتاعه فينانشل؟ فينانشل معناوي محاولة اوكي كل حاجة كل حاجة كل حاجة فاخدنا المجموعة اللي هما العشر استارتاب وطبع انت مش دامن ممكن كلهم يفشلوا اكزاكلي ممكن واحدة تبقى اوبر بس ممكن ولا واحدة تبقى اي حاجة بزبط فالسنة دي اخدنا بقى العشر شركات دول وعملنا لهم عملنا لهم ساعدناهم انهم اساسا يسجلوا الشركات بتاعاتهم ودناهم تمويل مبدئي وساعدناهم بقى في حتة التسويق وحتة ال business development وازاي يخلقوا فريق عمل ويعينوا ازاي وازاي يطوروا من الفكرة بتاعاتهم كل حاجة يحتاجوها انهم يطوروا من المشروع ده مش بس انه الشغف اللي هيحركهم بس ازاي حيحاولوها البزنس بالفعل فمن هنا او المجموعة نصهم مكملوش بعديها بسنة بس واحد تلع من المجموعة دي تلع منهم يمكن خمسة نجحوا بمشروعهم واحد كان من طنطة وكان عامل فكرة تدوير المخلفات الالكترونية وهو طلع على مجلة فوربز وصنفوه كواحد من انجح الستارتابس على مستوى العالم العربي ده كان في تقريبا 2011 طبعا لما فوربز تكتب عن شاب مصري وعمل ستارتاب بتاعه انا بحس لما يعني ابتدوا الناس في الميديا يصلطوا الضوء على امثلة نجحة من الشباب العملية حصل لها اكسبلوجين بقى الشباب كتير قوي جاء بقى متحمس انه ايه ده طب ده مصطفى ولا محمود عمل موضوع ده اللي هو مش اكبر مني بسنة وكان في نفس جماعيتي وكان وطلع على فوربز طب ما انا اجرب انا كمان فمن هنا عارف السنوبال افاكت اللي هو حد يعمل حاجة وتنجح فناس تانية تتحمس انها تجرب هي كمان فمن هنا ابتدينا نشوف تغيير ثقافي بيحصل اللي هو مش ثقافة الدكتور المهندس طبعا مع كل احترام لكل التكتر الطب دي ابتدت أبقى فكرة جديدة طب ما انا اجرب اني ابتدي مشروعي واؤمل اخلق فرسة توظيف ذاتي ومن هنا اجتت الى فكر طب ما من اول الناس طب ما من اول الناس طب ما من اول الناس لابتدي دي واؤل العقو ما بس انا 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 اتمنى بإلقاء الله بس قبل ما انا اتمنى بس قبل أول الناس اللي ابتدت الموضوع ده وابتدت تنشر الثقافة دي من سن صغير فابتدينا نشوف أنه بيحصل تغيير ثقافي فكانت حاجة جميلة قوي طبعا الواحد يشوف شباب تانين متحمسين أنهم يبتدوا مشروعهم يحولوا فكرة لمشروع ومن هنا بقى كنا بنساعدهم ومن هنا بقى شوفنا ناس تانية جاية بتساعد بالتمويل الناس تانية تساعد بساعد اختلفهم من هنا بقى اكسلوريترز ابتدت تكتار وانجل انفسترز ابتدوا يكتاروا وابتدينا نشوف سكساس ستوريز أكتر وابتدينا نشوف حتى بنات داخلين بسكساس ستوريز برضو في المشاريع بتاعتهم فمن هنا فبتدينا نشوف الفكر بيتغير وطريقة الشغل أصب بتتغير هل هناك نشوف الفكر بيتغير في الأشخاص اللي نكهم في المشاريع هل كان هناك نشوف الفكر بيتغير أو شخصيات كقائد هيقود المغامرة دي مع فريق عمل أنا لازم أبقى a very good leader a very good manager لازم أقودهم بطريقة مظبوطة لازم أمانج وأحفز الفريق العمل بتاعي بطريقة معينة وأدير فريق العمل بطريقة معينة والناس اللي هعينهم في فريق العمل ده أصلا لازم يبقوا عندهم نوع من الشغف أو الفيجين للمشروع اللي احنا بنعمل فدايما كلا بنحفز الرواد الأعمال من الشغف معهم دايما عينوا ناس بنفس الثقافة أو الكولتشر اللي انتوا بتحاولوا تبنوه أي حد ممكن يتعلم حاجات معينة بس الكور بتاع الشخص هو ده اللي مهم الشخصية ذات نفسها لازم تبقى بنفس نفس مستوى الفكر نفس الوايف لانك تعمتت نفس الثقافة ده مهمة قوي وانت بكبر ففكرة بقى انه لازم البينسات بتاعنا احنا كأنترپنور وكقائد للموضوع ده لازم نبقى على طول بندرب نفسنا وفكرنا انه نحسن من نفسنا نحسن من نفسنا كقائد حسن من نفسنا كإنسان لان على طول حقابلنا تحديات ففي نوعين من الناس لما يقابلهم تحدي شايفينوا مشكلة كبيرة او مصيبة مستحيل عبر رفع نوعين من الناس النوع اللي حيولتم بقى واليلاوي ويمسبتي وليه يا ربي المشاكل دي كلها دايما بتجيني وليه انا واشتركي بقى لكل صحابي وعيلتي وابقى شايفة الدنيا ضلام وكله اسود في اسود وكله اسود وبس انا بقى عايشة بأفكاري السلبية وانه يعني ده خلاص آخر المطقف وخلاص الدنيا انتهت اوكي ففي نوعين من الناس وده نوع من الناس ولازم نفكر احنا انهي نوع بقى فيه النوع التاني اللي اوكي هياخد ثانية كده يستوعب الشك ياخد الخبطة وياخد الخبطة وياخد نفس عميق كده ويقول اوكي انا حت يعني طبعا في الاول محدش هيفكر انا حتعلم من ده ازاي لما بنعدي من المشكلة دي بنلاحظ احنا تعلمنا منها ايه بس في الاول طبعا بنستوعب الشاك بناخد نفس عميق والشخصية التانية برمجة نفسها وعقلها اوكي انا التحدي ده هواجهه ازاي انا اكيد في حل للمشكلة دي وحيبتدي بقى يعني فكره متضرب على الحلول وفكره متضرب على اوكي انا حلاقي حل الموضوع ده انا ممكن استعين بحد مسعا واجه مشكلة زي دي قبل كده وعدها ازاي وتغلب عليها ازاي هستعين بناس استشرهم مش اشتكلهم بس هستشرهم اوكي صح؟ there's a very big difference اوه 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 من منزوري للمشكلة انا كالشخصية دي او الشخصية دي منزوري للمشكلة ايه منزوري للمشكلة دي يلاهوي يمصب دي يمصب دي والافكار بقى السلبية كلها هتيجي وحتحطمني ومنزوري للمشكلة دي رأيهم ولغاية ما حوصل للحل ده فاحنا مين من الشخصيتين دون يس ورؤية الاعمال الناجح اللي بيبقى الشخصية اللي هي خلاص دي مصيبه بس يالله بنا اللي هي حيواجهها بفكر ايجابي وحيتغلب على التحديات دي مهما كانت العوائق ومهما كانت المشكلة كبيرة عنده كده جواه او جواها احساس ب انا حتغلب على المشكلة دي مهما كانت المشكلة كبيرة اشعر ان بردو انت 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 ماشاء الله اه شكرا انا مجرد اه لان انا فعلا انا فعلا واجهنا تحديات كتير وكان لازم اشتغل على نفسي كتير وكان لازم اقرأ كتير في حاجات بتحسن من فكري وبتحسن من مهاراتي القيادية لان انا ماشاء الله اتخرج من الجامعة ما اعرفش اي حاجة مهاراتي ما اعرفش المشاكل دي اصلا اللي حتفجهني عاملة ازاي فكان لازم الاقي ناس استشرهم كان لازم اتطور احسن من نفسي باستمرار هذا هو شيء اتطورك 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 زي ما اتكلمنا من شوية طبعا العامل كان اني صغيرة وكمان بسفن كبير بنت صغيرة بتعملي ايه يعني عارف ازاي فكان في قلة احترام الصراحة ما كانش حد بياخدني بجدية خالص فكان لازم بجد اثبت نفسي يا هما مثلا لو روحت اجتماعات عايزين يعرفوا ها بقى انتي متجوزة ولا مش متجوزة عايزين يعرفوا بقى حاجات بقى شخصية عارف ازاي مش الطريقة او اللي هو احكي لنا عايزة بتعمل ايه فبيبقوا فكان فيه زي كيريوسيتي اكتر اللي هو ايه سيبك من كل دا والتصريح والكلام انتي بقى ايبا احكي لي قصتك عارف حاجات كده ف و وحتة اللي هو مش بياخدوني بجدية فعشان الواحد يتغلب على دا لازم يبقى واثق قوي قوي في نفسه واللي بيعمله وبيكلم بطريقة بروفاشنال قوي وهو دا اللي ساعدني انه اتغلب عن التحديات الناس اللي مش واخديني بجدية او مش بيعملولي باحترام قوي عشان دا بيحصل دا الواقع وممكن يحصل لنا كلنا فهي الفكرة انه ما يخليش دا يأثر فيك بطريقة سلبية واللي هو ليه بيعملوني بطريقة ايضا كان ممكن قوي الكلام يجرحني و and it would be fair it would be very fair لو كلام دا أصر بالزبط طبيعي انه يأثر فيا وطريق طبيعي انه كلام يبقى بيجرح وكده بس بس اجان اللي بيحرقنا كان the bigger mission او ال goal او الهدف اللي احنا بنشتغل اتجاه هدف معين او vision معين احنا شايفينه هو دا اللي بيحرقني عايزة اوصل للهدف دا فمش خلي الحاجات دي تجرحني او وكد تجرحني لمدة لحظة بس خلاص يعني i get out of it يعني يعني الواحد بقى يمش يقعد بقى يخلي الحاجات دي تسيطر عليه ويعيش الفيلم بتاع انا ضحية لان دا سهل جدا حتى لو انت ضحية انت برضو يفعش حسن انت ضحية مش مش حاوض عيش بقى فيلم الضحية لأ الواحد لازم يلاحظ انه اه ايه دا مسلا اثر فيا وخلاني احس الضحية بس انا مش هخال لداية تغلب علي وانا عمري ما عايزة احس باحساس ان انا الضحية فبلحق نفسي في الافكار دي لما يعني لما بتي بتتسحب اه افكار بتتسحب بقى للسكة دي بتاع الضحية لا 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 ارجعي بقى وركزي كده والحاجات دي مش هتأثر فيا وببرمج نفسي وببرمج افكاري انه ده مش هتأثر فيا وبكمل في بشواري وبركز وبكمل في تركيزي على الاهداف بتاعتي وكذا هو ده ولا زوار ده فالحاجات دي ممكن تهزنا ممكن تهزي ناس اكتر من ناس بس هي الفكرة انه نلحق نفسنا عشان ما تجرش افكارنا في حتة سلبية او حتة بتاعت الضحية نلحق افكارنا ونلحق نفسنا ونرجع نفسنا لانه نبقى فوكست على هدف هدفنا والفجن الاكبر اللي احنا بنشتغل بس بس you are extremely mentally tough oh it's mental toughness you have to work on ده عبارة عن انه الواحد لازم يتضرب to be mentally tough يعني through this conversation I've noticed that حتى من الاول اللي هو او الله العظيم اللي هو اتكليكت معايي في الاول او ماشا الله she's super mentally tough بس بعد كده حتى when you're saying it now عشان في الوضع ده specifically لا انت عادي جدا انت تحسن انت ضحية وعادي جدا المضوع يبحد لك اه طبعا عادي جدا اه ففكرة ان اصلا الاحساس بتاع لا انا مش عايزة ابقى الضحية ده takes an immense amount of mental toughness how do you develop that ما هو ده اللي كنت بحكي لك اللي هو الواحد اللي كان لازم اشتغل على نفسي كتير قوي كنت بقرأ كتير قوي في كل بقى personal growth الكتب في ال personal growth و self development with the mind with power of the mind و ايه الطولز اللي ممكن استعملها فكل ده كان لازم عمله لان انا in parallel لل journey ده انا كان برضو in parallel متخرجة من جامعة و ده حتة الشخصية بقى و لسه متجوزة و لسه والده بناتي الاثنين و كانوا بيبيز و صغيرين فتخيل بقى انا عندي جاغل بقى عندي جاغل انا عشرين سنة يعني فانا اه فجاغل بقى بيتي واولادي و جاغل الجرني ده بتاع بتاع شغلي فطبعا ده اهم حاجة تتفصلي تتفصلي هل تستطيع انت تفصلي اللي هو خلص و انا في المكتب for example I'm just there I'm not a mom I'm not a partner I'm not a there لازم لازم it's the only way اللي ساعدني طبعا انه كل عالتي hands on انا جوزي hands on بيساعد كل حاجة و ممتي و حمايتي و كان كله بيساعدني و فكنت بقدر اني افصل يعني نوعا ما لان لسه لما كنت تغيري بنت تشترسل تماما بس كنت يعني كان جوغل كان جوغل فده بقى تحدي فوق التحدي عارف ازاي ف it wasn't easy بس لنا بحاول اوصله اهمية انه الواحد يشتغل على نفسه وعلى على فكره وعلى مشاعره في الرحلة الريادية دي لان هيقابلنا تحديات كتير قوي هيقابلنا ناس بحيحاولوا يحطمونا معنويا او كده في الرحلة الريادية دي كل ده بيحصل فحتقابل اشكال والوان وتحديات من جميع انواحها لحاجات مصايب لحاجات عارف ازاي فلازم في كل كل حاجة تواجهها لازم تبقى اشتغلت على نفسك من جواك اشتغلت على فكرك انك تقوي نفسك داخليا عشان تقوي نفسك داخليا داخليا في أفكارك وفي مشاعرك عشان تبقى قوي حارجيا بالزبط one of the things that i'd love to share with you عشان i think it would be on the same like wavelength as what we're talking about دي واحدة من قطة الحاجات والله غيرت حياتي this is one of the concepts that literally changed my life وقونسط دا كم بيكلم ان this is the key to success and the key to failure it's why some people we call them lucky it's why some people نزبح they have the magic touch anything they touch turns to gold بجد 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 i was struggling my entire life for the past 5-6 years i have been struggling with self perception عشان i've always perceived myself as someone who مثلا can't be successful أو i knew that i could be successful but not wildly successful أو مثلا that i can't be able to do it i'm happy for him but i can't be there because the best example that i could give for the past 5-6 years is imagine a land so i'm going to tell you that you can plant whatever you want in the land the land doesn't care you can either plant something that's going to benefit you the land and everyone and it will return what you think صح فلو احنا حاولنا كل يوم ان احنا نعلم عقلنا ان هو يفكر في الحاجات اللي احنا عايزنا نفكر فيها وعقلك هيرجعلك النجاح او الانبساط او مليون في المية and it was so impactful بالنسبة لي انا كيوسف عشان اكتشفت ان انا كنت دايما بلعب دورة ضحية وكنت دايما بفكر في الوحش فعشان كده لما بواحدة واحدة بدأت عمل ده لما بتفكر في النجاح بتبقى شخص ناجح مش عشان انت ناجح عشان بتفكر في النجاح بس عشان غزبا عنك بتدي لعقلك امر ان انا عايزك تفكر لي في حلول ايوه صح لازم تفكر في حل لازم تدامج كنترول لازم تبقى كرييتف and your mind is going to return that because it's job او دايما بنقول يا جماعة the power of the mind يعني احنا ما نعرفش القوة it's so impactful it's changed my entire life بجد الفكرة دي and you become what you think about if you think about success you are going to be successful و احنا بنفكر اكتر من 60 الف فكرة في اليوم بجد او كتر او كتر from 60 thousand thoughts to 80 thousand thoughts a day فتخيل بقى لو 60 الف فكرة اوه نصائب بقى بالضبط تخيل بقى اللي حيحصى فاحنا لازم نبعارفين انو مخنا دا عامل زي super computer والافكار اللي احنا بنفكر فيها يوميا دي عاملة زي software program اللي شغال جوا كمبيوتر فالصفتوير program اللي شغال جوا super computer اللي هو عقلنا دا مستمر في افكار سلبية وافكار بتحطمنا او افكار يعني كلها كده سلبية و احنا بنفكر في 60 الف thought per day وده ال program اللي شغال وده software اللي شغال البرنامج اللي شغال في مخنا دا دا اللي بيحصل دا علميا دا الافكار دي كلها automatically بيصدقها عقلنا الباطن it goes directly to the subconscious mind العقلنا الباطن اللي بيصدق دا بيصدق وفي حياتنا اليومية بنبتدي بقى نشوف حاجات تأكد لنا ان احنا دا you're attracting بقى دا فعشان كده لازم نبقى observing و aware نبقى دايما مرأبين افكارنا عاملة ازاي ودايما نبقى aware على وعي بالافكار اللي بنفكر فيها فدي حاجة مهمة قوي نخليها في بالنا لان لو البرنامج اللي شغال متواصل مش بس يوميا اسبوعيا شهريا شغال البرنامج دا لحاجة سلبية ما دا مش بس هيهبطنا وممكن يدخلنا بقى في حتة اكتئاب ومش هيبقى عندنا طاقة لأي حاجة تانية فحتى دا أثبت علميا وحاول أشرحه كده ارجو انا انا اشترك تجب تنو الحتة دي ايو هل تتحدث عن القوانتوم نعم نعم انا اريد ان ارسل البرنامج بس او اشترك 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 حيث طبعا فعلميا اثبتت ازاي يعني سواء اينستين سواء نيكولا تسلا سواء العلماء في مجال القوانتوم ساينتز اللي هو اللي هما بيدرسوا طبيعة الكون بيقولولك ترددات الزبزبية شكل ما تقيل اوي كلمة تقيل بس هو ده الترددات الزبزبية وانرجي هو الطاقة فكل حاجة تكون وده بيقولها بسلا نيكولا تسلا في القوات بتاعه if you want to know the secrets of the universe think in terms of energy frequency and vibration يعني لازم نفكر انه وكمان العلماء اثبتوها انه كل حاجة طاقة والترددات الزبزبية انا عارف هي كلمة مكعلصة بس كلمة صح قوي ونفكر فيها طب ده ايه علاقتها بنا كناس يعني يعني how does this affect us affect us in the following لانه هما لقوا انه الافكار والمشاعر ليها لها measurements ليها يعني ممكن نقيس the frequency بتاعت مشاعر الخوف ومشاعر الكراهية ومشاعر الحب مثلا وممكن نقيس مشاعر الحب ومشاعر الهابينس الانبساط ليها مئياس في frequency اللي هي قول لها عليها الزبزبية اللي سأني اللي هنطلحها تاني الزبزب لا الترددات الزبزبية هي كلمة صعبة هي كلمة صعبة هنقول هنقول frequency يا جماعة افتكروا frequency ترددات الزبزبية فكل المشاعر اللي احنا بنحسها احنا جزء ما يكون احنا كإنسان جزء ما يكون فاحنا مكونين من الطاقة وانيرجي وطاقة وفايبريشن مكونين من الطاقة وال ترددات الزبزبية بالضبط فلما نفكر فيها كده ايه اللي بيدينا طاقة نفكر الحاجات اللي تدينا طاقة وايه اللي بتخلي بتسحب مننا طاقة وفي مشاعر معينة لما احنا بنحسها frequency معينة high frequency emotions زي الحب زي استعادة زي الإيمان كل دي 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 لفلز عالية دي لفلز عالية في الفريكنسي اللفلز الواطية في الفريكنسي أوطى لفلز في الفريكنسي اللي هي مشاعر الغضب وال what's the lowest I think shame guilt fear الخوف بس دي مشاعر طبعية احنا كباقني هنحس بيها بس هي الفكرة ايه بقى يا جماعة في حتة الـ quantum science اللي بيقلوه ايه انه احنا again لازم نبقى observing وعلى وعي لما نهبط بالفريكنسي الترددات الزبزبية او الفريكنسي بتاعنا ولما نبقى في المشاعر لما يجي لنا المشاعر دي لازم نلحق نفسنا ونعليها بس ناس كتير هتقولك ازاي انا انا في حالة اكتئاها لسه هيصلي مصيبة ازاي انا بتطلبي مني ان انا هعلي مشاعري وامبسط ازاي ازاي انا في مأساة دلوقتي فالفكرة ايه بقى انه ودي كمان في الديانات السماوية كلهم كلهم بيقولوها انه نطلع نفسنا من من الحالات النفسية اللي هي لها low emotional frequencies ازاي اللي ممكن يعلينا لما لما نبقى في السكون ناخد وقت لنفسنا في هدوء وسكون ونفكر ونحس بمشاعر الحمد والرضا مشاعر الحمد والرضا حتى وإحنا في أوحش حالاتنا لو فكرنا بس نفكر في حاجة نحمد ربنا عليها حاجة او تدينا رضا او source of gratitude اه بالزبط دي هتعلينا حتى لو هنا اكنه دور حتى اه هتعلي الريقونسي شوية مش 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 هتجيبنا الفوق بس احنا محبطين احنا في الاخر فأوطى درجات الريقونسي فعايزين نعلي نزبط الريقونسي بتاعتنا نفكر في الحمد والرضا ده على طول automatic منفكر في الناس اللي بنحبهم مثلا ده automatic وطالما نقدر انحنا زي to remain in that state انحنا نبقى في الstate ده يعني احنا محبطين وحاسين بالمشاعر زي بس لو ممكن نفصل حتى لو لمدة عشر دقايق نفصل لمدة عشر دقايق ونفكر في الحاجات اللي احنا يعني بنحمد ربنا عليها و يعني الحاجات الناس اللي بنحبهم في حياتنا نفصل بس عشر دقايق الفصلة دي بتعمل shift ولو قدرنا انحنا نطول نمد في الفصلة دي حتى وحنا في حالة الاكتئاب والدمار وكده لو نفصل فايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا انحنا نفصل نبتدي نفكر في ايه الحاجات اللي تساعدنا نفصل مثلا حاجة زي meditation التأمل نتماشى في الطبيعة الحاجات دي بتساعدنا انحنا نفصل وما نفكر ش في الافكار اللي بتحطمنا وبتنزل من frequency بتاعنا وبيتعللنا frequency فلازم نعمل من الحاجات يعني نبقى على واعي انحنا نعمل الحاجات دي اكتر يعني نتماشى في الطبيعة باستمرار او نفصل ناخد عشر دقايق في السكوت يعني حتى لو جتلنا افكار 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 لا افكار 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 هاخد نفس عميق يعني حاولوا ان انتو حتى عشر دقايق خمس دقايق وعشر دقايق نهدي من نفسنا ونبقى ونبقى مناخد نفس عميق وبس نسمع النفس بتاعنا بس واللي جتلنا فكرة اللي هي فكرة من الافكار المحبطة دي خليها تعادي خليها تعادي وخلينا نتابع النفس بتاعنا وخلينا حاول نهدي من نفسنا فده طول مثلا المدتاشن دي طول طول تانية ان احنا نتمشى في الطبيعة طول تانية ان احنا نفصل ان احنا نلعب رياضة دي حاجة اكيد تعرفها كويس كل دي حاجات بتفصلنا لان احنا بنلعب رياضة مش هنقض بقى نتبسك نتبسك ايوه 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 فدي بتفرض الكاميكلز دوپامين سيروتونين كل الكاميكلز اللي هي بتبسط الهابي هورمون بزا فرياضة بتعمل كده طبيعيا عش كده دايما الناس تقول العبوا رياضة مش بس عشان بشكلنا خلوهم والخيس لا يا جماعة ما تتخيلوش قد ايه دا جوانا بيفرز كاميكلز بتاعت دوپامين سيروتونين كل الهابي كاميكلز دي اللي بتعللنا الطاقة دي بتدينا طاقة فإحنا لازم على طول نفكر ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في حياتنا اليومية اللي تدينا طاقة فمدتا التأمل انه نفكر في ايه الحاجات اللي احنا بنحمد ربنا عليها ان احنا نلعب رياضة ان احنا على طول بنعمل حاجة عشان نحسن نفسنا نقرأ او نعمل ايكسپيريينس جديدة نطلع نفسنا من الكمفرد زون بتاعنا ايه الحاجة بتحديد كل سنة انه عمل حاجة بترعب لي او بتخوف لي ايه وكيف كانت ايه الحاجة اذا انت تحديد بالتأكيد لا لا يعني عمتن يعني مثلا سنة من السنين قررت الاحجري ماراثن وعب مثلا كان كان بالنسباني رعب بعد السنة كم كيلو ده اتنين وعبين كيلو الماراثن او 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 ده عشر كيلو قلت تانك ده نوع 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 من حطة الخوف ومن حطة الراعب نوع بسطلع نوع اتضرب أنني أعمل ماراثن سنة من السنين اتدربت أني أعمل ايرن مان ايرن مان ده اتنين كيلو عوم تسعين كيلو عجل وواحد وعشرين كيلو جاري وانا أصحا كنتش تبعرف عوم عيدل أساسا فدي حاجة بتخوفني طلعت من الكمفرد زون ده ودربت نفسي أنه أتدرب للسباء ده مثلا فالنوى اتدربت بتكبرنا تجدك تتعلم منها وكما تديني طاقة الحاجة الأخيرة بقى خامس حاجة انه giving back الواحد لما يساعد ناس تانية أو يعمل حاجة اجتماعية دي برضو بتديني طاقة إجابية بس مشان الله بس مشان الله بس أنا بقول دول كيز يعني آه دول are some like five keys as an example اللي ممكن يساعدوا انه يطلعوا الواحد من اكتئاب شديد أو بن عارف برماجة شغالة في مخنا بأفكار سلبية but always observe always be aware of your thoughts الفكرة بقى ان انا I feel like a great example هنا عشان فعلا نحس بفرق الفريكنسي والانيرجي دي هل were you ever really 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 happy واللي هو مبسوطة ومسقطتة والدينية حلوة قوي ورادية قوي الحمد لله حاجة that you love just happened وبعد كده you walk into a room and you can just feel like the energy is off او بتتكلمي مع حد وحسن شخص ده الانيرجي بتاعتو you just مش مسترح مش عرفة تتكينكت ونحا التانية have you ever been really 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 bummed out أو sad أو you're not feeling well وتكلمتي مع حد at that moment هو كان مبسوط أوي أوي there's a difference in energy الواحد بيحس بيها طبعا and honestly I am a very big believer in a big part of the vibration frequency and energy could I don't know how to do it but somehow relate to the God feeling intuition yes I genuinely believe in that طبعا طبعا when you're tapped into your intuition you're tapped in to I feel like it's a power to your true self yes how would we say intuition would tapped into your truth ترجم هالي ورا صحيح بس it's true يعني انت بتحس ان انت فعلا يعني انت عشان لما بتشتغل على نفسك وبتشتغل على نفسك من جواك بتبقى connected yes فتبقى very in tune بإيه اللي كويس عشانك والي وحش عشانك من أشخاص كويسين عشانك من أشخاص مش كويسين عشانك اللي انت محتاجة حواليك مين بياخد مني طاقتي ومين بيديلي طاقة يعني دي حتى أي حد ممكن يحس بيها لو أنا حوالين ناس بياخدوا من طاقتي يعني بينزلوني كده بحس بيها على طول وأكيد انت بتحس بيها كبير فكل دي حسيس ومشاعر احنا بنحس بيها بصاقات بنتجنبها بنقول لا أنا شكلي بتخيل حاجات بس يا جماعة بجد حتة المشاعر والاحسيس اللي جوانا دي انديكايتور لينا الحاجات كتير واللي قرارات كمان كتير عارف ازاي ده الانتوائشن ده الانتوائشن أو الصوت اللي جوانا اللي كتير قوي بنبعد عنه بنبعد عنه أو بنخدوش بجدية بس لو بجد سمعنا الصوت الداخلي اللي جوانا ولما بنشتغل على نفسنا الصوت ده بيعلى وبنبقى انتون بالانتوائشن بتاعنا وقراراتنا بتتحسن لان احنا بنعوز انه نعمل حاجات بس اللي بتدينا طاقة إجابية وبنلاقي نفسنا بنتجنب وبنبعد عن اي حاجة بتدينا طاقة سلبية أو بتاخد من الطاقة بتاعاتنا ويشعر ده بيبقى دافع رهيب للصغف النفس ويجعلك أكثر مؤمنين اصلا فكرة ان انت عايز تتجنب نفسك وكل يوم تكبر او تختلف في حاجة احنا احنا بنعوز ان كل سنة بتشغل جديدة بغض نظر للشغل جاي ممكن تبقى السنة دي ان انت تتعلم زي تلع بيانو بس بزبط اي حاجة اعمل تشغل جاي طلعك من الكمفرد زون بتاعك الحاجة اللي انت متعود عليها طلعنا غامر اعمل مغامرة مسلا بزبط سافر حتة جديدة عمرك مرح طاقة عشان انت تحطى بينك ومي نفسك انا النهاردة يوسف انا السنة اللي جاية يوسف انا السنة اللي جاية يوسف نحن نقضيش وقت مع مين أجد كل ده بيجي عارف ازاي طالما احنا بنشتعل على نفسنا على ان احنا نطور نفسنا بنبقى دايما بنرائب افكارنا بنبقى aware بنبقى the observer بنبقى على واعي من اللي احنا بنعمله ومشينا على autopilot طول النهار ونتقول اي كلام ونقول اي كلام عارف ال autopilot ده يعني احنا لازم نبقى على واعي يعني bring consciousness to everything that we do bring in awareness to everything that we do مش اللي هو نبقى نبقى ماشينا كده على autopilot زي الروبوت عارف ازاي نبقى وعيين بكل حاجة بنعملها بنأكلها بنلعبها كل ده وعزنا محتاج بس اقول ان ان الصرقل ان بقى بقى عشان like this is to me what's so crazy cause this is full circle اكتر حاجة من نجل تنزلحي قبلا كعاي is following your passion اكيد because when you're passionate and when you're doing something it's challenging but it's not so challenging and that's when i know that this is a great podcast i can feel it i don't care about anything i stop here i stop myself hearing the sound of the ac what about the sound instantly you stop into the flow state and i know and you find it in what you're doing so do you feel about it like your passion has developed throughout oh yes definitely oh yes definitely and i don't care about it i don't care about it but you're doing something you should hang out it's not easy you don't care for that oh my God it's always you can feel so it's okay ومعرفش ايه بس يعني فكرتنا للنجاح انه لازم نعمل فلوس وبس وده بيجي على حساب في ناس حالات كتير مثل هالث صحيتهم بيجي على حساب صحيتهم وصحيتهم الزهنية والصحيتهم النفسية والجسدية وعلاقتهم مع الناس وعلاقتهم مع عائلتهم حتى بتلاقي ناس يعني حياتهم الضهور تموت حياتهم اتدمرت حياتهم العائلية وكل ده في سبيل معتقداتنا او فكرنا للنجاح انه لازم الواحد بس يبقى ناجح من حتة الفينانشلي ناجح بس هل ده النجاح؟ يعني برضو عايزين نعيد سياغت برضو النجاح فهل دي تيجي على حساب صحتنا وعلى حساب حياتنا وكل ده كل دي كانت يعني افكار كلنا كل بنفكر فيها وقت الكورونا وقت الكورونا كلنا اخدنا بوز كده كورنتين كورنتين وابتدينا بقى نفكر في أولوياتنا وفي حياتنا وناس اخدت قرارات حسامة في شغلها ونقلت من شغلها وعملت حيات مختلفة كتير في ناس غيارت طريقتها مع عائلتها وأولادها وفي ناس غيارت طريقتهم خالص بعده يتمرانوا وخلوهم يزال في ناس ابتدوا يتمرانوا ففي شفت كده حصل فأي تابت انتو محومات جديدة كانت دايما عندي برضو الشغف في حياتة الولنس والوالبيين وإزاي الواحد يتور من نفسه ومن فكره كل ده فابتديت مع شركتي أنه نبتدي نعمل wellness festivals وابتديت أعمل wellness retreats وكمان ابتديت ساعد entrepreneurs اللي هما لسه بيبتدوا رحلتهم الريادية أو عايزين يبتدوا مشروع to find balance ما بين أنهم يعملوا المشروع بتاحهم وينجحوا فيه بس في نفس الوقت يتوروا من نفسهم ويحسنوا من نفسهم ذهنيا معنويا جسديا كل الحاجات دي ونبتدي ندخل الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها عشان لازم يبقى فيه awareness أنه الأفكار اللي بنفكر فيها بتأثر على المشاعر اللي بنحس بيها والمشاعر دي بتأثر على يعني زي معتقداتنا أو الbeliefs بتاعتنا والbeliefs بتاعتنا والمعتقدات بتاعتنا بتأثر على الhabits بتاعتنا أو اللي بنعمله كل يوم في حياتنا وده بيأثر على الidentity بتاعتنا أو شخصيتنا في الآخر فلايزم نبقى دايما في الواعي ده فأي حاجة احنا بنعمل بحياتنا فأي حاجة احنا بنعمل بحياتنا فأي حاجة احنا بنعمل بحياتنا فهيدي فأويس keep that in mind I love it I love it and I don't wanna like I don't wanna take يعني I know you must have like a super busy schedule and I'm so grateful that you were able to make it you have no idea how much I appreciate it thank you so much thank you so much for inviting me of course it's amazing what you're doing and I appreciate if you're in the game or you're doing your own podcast or you're doing the game I appreciate it yeah you should be so proud of yourself thank you yeah because this is the beginning of something really great and amazing I would absolutely love to have you on again awesome I genuinely appreciate the time like wrapping up what are a couple of key takeaways that you would be able to give to someone who is just starting their business someone who wants to follow their passion that wants to take care of their mental health a couple of things because mashallah with like a wealth of experience what would your couple of takeaways be okay there's a lot but let's say let's go forward definitely ansoho to seek support from a mentor he should have he can 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 يعني قريب من المجال اللي هو عايز يدخل فيه وممكن يبقى المنتر بتاعه ده نمرة واحد نمرة اثنين انه ممكن انه يبقى جزء من كوميونيتي او ربطة ناس يعني شباب بيبتدوا مشروحهم شبهوا يس ممكن انهم كلهم يساعدوا بعض فسيكين او تمنتر والكوميونيتي وحتة انه يبتدي انه يطور من فكرته واي حد يعينه يبقى على نفس يعني الويفلينك بتاعه او عنده نفس الفيجن او مشاركه في في الرؤية المشروع ويبقى على نفس النمط بتاعه او نفس النمط الفكري بتاعه لانه ده مهم قوي اتكلمنا في حتة الكولتشر او الثقافة مهم قوي واحنا بنخلق فريق يبقى فريق عمل بنفس الثقافة نفس الثقافة نفس الفكر فدي حاجة تالتة مهمة وانه الشخص اللي حيبتدي مشروعه يشتغل على نفسه بجد ويشتغل على انه ينمي المهارات القيادية اللي عنده ينمي من فكره لان مش بقول كده عشان حاجة بس هي الرحلة الريادية مليانة تحديات فلازم تبقوا قد التحدي ده واللي حيساعدكم انكم تنموا من مهاراتكم ومن فكركم فthat's number four للentrepreneurs من ناحية الشخصية انا انصح طبعا اي حد بالخمس حاجات اللي اتكلمنا فيها انه اولا again نشتغل على نفسنا نشتغل على انه نبقى aware الawareness بتاعنا او انه نبقى على وعي بالافكار اللي شغالة في السوبركمبيوتر ده البرنامج الصفتوير اللي شغال ده رقم واحد ف نبقى aware وconscious انه نمسك نفسنا لاغينا نفسنا spiraling into negative thoughts او لاغينا انه الافكار بتاعتنا بقت سلبية وشغالة بقى على برنامج كتير نعمل stop ونعمل reboot للصفتوير وده زي ما قلنا الليها طولز مختلفة وموكن نpractice سوبر تتماشى تتماشى الواحد يتماشى ويبقى في الطبيعة ده بيساعد وانه ناخد لحظات من الهدوء او السكون انه نبقى مع نفسنا من غير افكار افكار والحاجة التانية طبعا الافكار وانه ناخد الافكار والافكار لا تنسوش حتى الافكار دايما نعلم بالرضو والحمد ونعمل حاجات اللي بتدينا طاقة وطاقة إجابية زي لما كلمنا في موضوع الرياضة وزي الرياضة بتساعدنا انها تدينا مش بس طاقة بتعلننا برضو الfrequency وتدينا الهبينيس هورمونز فالرياضة is a big part وانه نفكر انه نعمل حاجة تطلعنا من الكمفرد زون بتاعنا ونعمل حاجة مختلفة حاجة جديدة ما عشناهاش قبل كده واخر حاجة انه نعمل حاجة تساعد ناس تانية او اي حاجة للمجتمع تساعد المجتمع كل ده بيدينا طاقة إجابية هتساعدنا في حياتنا هت يعني هتدينا احساس جميل كل يوم و هتأثر فينا لان لما احنا نبقى اقوية داخليا هنبقى اقوية فخارجيا فأي حاجة نعملها وانه نعمل نعمل على مستعبات نعمل على مستعبات نعمل على مستعبات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا